الحقيقة كانت فكرة لوز اللوز ان احنا قلنا نسأل المشاهدين ونعرف هم عايزين ايه لان الحقيقة جاتلنا شوية اختراحات زي الفل الحقيقة كلها بجد يعني انا في البداية انا وكريم بنشكر حضراتكو على الافكار الجميلة دي انا عايزة نسمي فقرة السوشيال دي يعني تحديدا اللي بنسأل فيها انتو الاعداد بجد والله يعني في افكار حلو قوي خاني بدأ معاك بقى كريم ونسمع أول اقتراح جاينا من هيام بتقول عايزين فقرات جديدة زي مسابقة مثلا على مدار مدة الحلقة عن أهداف الأهلي في مباراة إفريقيا والكاس والدوري طبعا استضافت ناشيئين الأهلي وهم في الملعب إزاعة جزء من تمرنات النادي الأهلي لايب ده بيحصل الحيام في معظم الحلقات تجديد في الفقرات إحنا الأهلي ولازم نكون دايما في كل برامجنا متجددين شفت أنت المسابقات عجبت الناس أنا قلت لك المسابقات هتعجب بس أنا يعني مش هينفع نعمل المسابقة بشكل يعني مستمر لازم يبقى فيه فترة يعني نقدر كل تاية أسابيع كل شهر ما حضراتك ووعد مننا هيبقى فيه مسابقة مختلفة وممكن فعلا تكون الأسئلة عن أهداف الأهلي في المباراة هنا أفريقيا والكاس والدوري أكيد دي ممكن تبقى فكرة كويسة بس مش هينفع أن هي تبقى كل أسبوع لازم يبقى فيه مدة عشان كمان الجوائز عشان نبحق نجيب الجوائز نروح بقى لدعاء خدري ودعاء خدري على فكرة هي اللي فازت مبارح دعاء خدري كانت من الناس اللي فازوا مبارح واللي إن شاء الله يعني بيتواصل معها في الإعداد عشان تنورنا بكرة وتستلم الألبوم بتقول أحلى صباح عليكم إن شاء الله ممكن يكون فيه فكرة اسمها إحصائيات وأرقام تتكلموا فيها عن الإنجازات والأرقام القياسية في كرة القدم والألعاب الأخرى وممكن يتم استضافة شخص متخصص في حصر الأرقام والإحصائيات حلوة جدا اختراح تاني من حسين عزمي علي ناصر بيخترح علينا فقرة عن إنجازات كل لعبي النادي الأهلي القدامى في مختلف الألعاب حلوة جدا زي الفل محمود إبراهيم عشر دقائق ياريت يبقى فيها حاجة تاريخية عن مطشاط الأهلي مع شوية ساوند إفاكت هتبقى أحلى استباح ميش احنا بنعملها في النوستالجيا مع أستاذ محمد اللي بيجينا بس ممكن نلعب شوية ساوند إفاكت في حاجات كده سيد عبدالغاني بيقول ممكن تكون في فقرة اسمها حكاية هداف تجيبوا لعب في مداخلة هاتفية يكون أحرز هدف مهم للأهلي يحكي عن تفاصيل الهدف ده جيه إزاي وإيه شعوره ساعتها وحاجات زي كده هتكون فقرة قصيرة وجميلة أو فقرة اسمها إلعب يا أهلاوي تختاروا لعب كل حلقة يكون من الفريق يكون مش ماشي كويس الفترة الأخيرة وتتكلموا عنه وتقدموا له الدعم نروح لمحمود منصور بيقول بصراحة من أجمل البرامج في القناة خاصة وفي مصر عامة يكفي روحكم الخفيفة مرسي جدا يا محمود بجد ده شيء يشرفنا يعني أنت تقول كده أمجة حميدة صباحك أهلاوي بصراحة مش عارف أنتو كل فقراتكم جميلة ومتنسقة وجودكم على الشاشة أحلى فقرة إحنا بنتكسف يا حضراتكم ده بنتكسف شوية لما بنسبع النوع ده من الإطراق والله أنا مبنبسط جداً جمهور جميل لما بتشوف الكلام الجميل ده والدعم ده من حضراتكم راتب عبد النبي بيقول برنامج رائع جداً بالتوفيق يا رب العالمين يسعد صباحكم بالخير صباح الخير يا أستاذ راتب ومحمد الجندي أفضل برنامج في الإعلام الرياضي كالترخيرك يا أستاذ محمد وأتمنى نكون دايماً عند حص نظنك أنت وكل المشاهدين المارد الأحمر المنسي صباح الفل وسعادة عليكم يا أبطالنا الكبار صباح الجمال محمد هيبة بصراحة من أفضل برامج القناة برسي جداً يا أستاذ محمد نروح لعبد الحميد مش عارش عبد الحميد ليه عبد الحميد متولي متولي صباح خير كريم كوجك المتقلق صباح خير نهواند الجميلة ممكن نستضيف أبطال الأهل في البرنامج وكابتن بيبو موفقين دايماً نقول يا رب نحن نسعج ونتشرب بالمعنى الحرفي لما ينورنا كابتن بيبو يعني زول تاريخ الطويل العريض والأخلاق الرجل اللي حقيقة نقسمه الوحده براند الحقيقة يعني طيب كريم السيد عمار يقول أتمنى إضافة مؤمن زكريا ونعمل هاشتاج اسأل مؤمن زكريا الجمهور يسأل عن مؤمن زكريا ويتطمن عليه ماشي نروح لأستاذ محمود بيقول ما شاء الله عليكم منورين القناة القناة النازل الأهل شكراً يا أستاذ محمود وهي مبوبو هي مبوبو صباح خير عليكم جميعاً الأهلي فوق الجميع الأهلي دايماً فوق الجميع الأهلي دايماً إن شاء الله فوق الجميع دي بس يعني برضو عايزة أنوه أنا وكريم إن ده جزء من اللي بيتبعت والله إحنا لو وريني لحضراتكم كامل حاجات اللي بتتبعت يعني كتيرة جداً وده يسعدنا بس وعد إن الحاجات أو الأفكار التانية اللي اتبعتت حنكملها مع حضراتكم بكرة السؤال مازال مستمر لأن كده عايزين ننهي الأسبوع بكل الأفكار عشان إن شاء الله نبدأ من الأسبوع الجاي نطبقها فإحنا برضو سؤالنا حيبقى مستمر بكرة ووعد مني النهاردة ناس اللي ما بعثتش بكرة إن شاء الله حنقول الأفكار بتاعتنا لأن الحقيقة كل اختراحاتكم بنائة جداً وكلها حاجة محترمة وكلها فيها إثراء كده للبرنامج أكتر إحنا بنحاول على قد ما ربنا يقدرنا إحنا أقصد بكلمة إحنا إحنا كلنا حقيقي يعني سواء فريق الإعداد فريق الإخراج كل الزمل اللي وراء الكاميرات الحقيقة كل مهتم جداً بي يعني تلبية أي رغبات عند حضراتكم وبإسعاد حضراتكم لأنه أنتو مش جمهور عادي أنتو مش مجرد مشاهدين تقليديين بشكل كلاسيكي للقنوات التليفزيونية العادية إحنا نتكلم على عيلة عيلة تبدعنا الحرفي فعلا في بقى حاجة زي ما كنت نوهت أنا وكريمة عنها قبل كده ويعني إن شاء الله حتتطبق قريب بإذن الله حيتم التصوير ليها والتسجيل كمان الويكيند ده يعني إن إحنا هنروح نعمل تقارير من نادي الأهلي أنا وكريم ويكون يبقى في حاجات تحدي ما بينا ممكن نتمر أن أنا هو في الجيم مع بعض وكبتين أحمد عوض يعني دي برضو أفكار إحنا إن شاء الله هنطبقها مع حضراتكم هتشوفوا يعني تغيير زي ما وعدناكم كل فترة هبقى فيه تجديد وفيه تغيير في البرنامج بمساعدة برضو حضراتكم فيه قصة هنا الإعداد يعني فلسه لسه فيه حاجات كتيرة قوي تستنونا بس يعني وإن شاء الله نكون عند حسن نظامنا حضراتكم زي ما نهوان دقات قالت عايزين برضو نأكد على حضراتكم إحنا السؤال مازال مطروح عايزين نعرف دماغكم فيها إيه أحلامكم رايحة فين طبوحاتكم رايحة فين وربنا قدرنا على إن احنا نحقق هذه الأحلام بنشكر أكيد كل حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة لحلقتنا النهاردة وبكرا إن شاء الله نلتقي بيوم جديد سباح الفلنس